افتح يا ابن القوس وزود افتح القوس وزود اكتف القوس بعد ان النادي الاهلي لما خد يوم الجمعة اللي فات كاس السوبر المصري جل نهاردة يوم الحد خد كاس السوبر الافريقي في كورت اليد وصعد لكاس العلم الاندية في السعودية بفوز على نادي الزمالك ويعني هزيمة مستحقرة نادي الزمالك في مباراة غريبة من نادي الزمالك وقوية جدا من النادي الاهلي وسيناريو مباراة دراماتيكي لنادي الزمالك وطبعا يعني شفنا مباراة غريبة انا اللي خلاني اروح اشجع العاب الصلاة يعني انا واحد مليش في العاب الصلاة خالص ولا اعرف كم كام ولا المين اعرف شوية اسامي اعرف حمد الاحمر بس تقريبا انا مش فاكر اه والحارس بتاعنا بتاع الزمالك وعرفت النهاردة حارس قليس مطاها تقريبا وعلي زين فاعرف شوية ناس كده سلة معرفشي طايرة معرفشي ما فاللي بيخليني بقى ان انا اروح اشجع العاب الصلاة باسي ده احكيلك انا قصة حياتي ما هونده لما كنت بشجع كورة بس لقيت ان انا مش جابة همها يعني لقيت ان انا لما بشجع كورة بس معنادي الزمالك واستنى بطولات واستنى انجازات واستنى دوري ابطال افريقيا استنى سوبر افريقيا استنى مثلا ياسيدي كزا دوري واربعد لمدة 3 اربع خمس سنين استنى مثلا كاس مصر مثلا خمس ست سبع نوسخ افريقيا افريقيا عن الاهلي في اي بطولة عمتا افريقيا عن الاهلي في اي بطولة عمتا فما لقيتش فبقالي كتير يعني بقالي بشجع الزمالك كم سنة مثلا من الزمالك بدأت شجع كورة بدأت شجع كورة انا عند 10 سنين مثلا تقريبا فتقريبا دخل في حاجة وعشرين سنة 23 سنة 24 سنة بشجع الزمالك شجع الزمالك كتير فبيجي عليك لحظة بتبقى نفسك تحس بانجازات نفسك تحس ببطولة فامكان احسنى موضوعنا بادري فتتبقى بقى تميل مثلا على ايه على كورة السلة فتلاقي مفيش راجة فتخش على كورة الطايرة فتلاقي مفيش راجة قوي واحد يقول لا ده فرق بين الزمالك والقالي مش هقف 200 بطولة انا مليش نعب الكلام ده انا لا دعوا بالسنة دي يعني بدأت السنة دي مؤخرا كمان اتفرج مؤخرا السنة دي انا هتفرج يعني كل فين وفين تقريبا بنات الزمالك خدوا بطولة ما انا مش هتفرج كمان على البنات يعني مش اصلي والله حاجة يعني مش لطيفة بس انا اصلا مش بتفرج اسطلا على بنات في كرت القدم فهاروح كمان اشجع بنات في بطولة الهوكي شجع فريق الهوكي بتاع الزمالك للرجالة ولا للستات ما انا ما انا بتفرج عالكورة بالعافية فاعرفت ان سيادات الزمالك الف وبروك اليوم خدوا بطولة تقريبا او بطولتين ورا بعض ووش عارف سيادات الالي خدوا كان بطولة في ايه وفيه فريق في الزمالك اتسرح بتاع الباسكت تقريبا فبقى اخبار تشاش مهم عشان ما اطولش عليك لجأت بقى يا سيدي لالعاب الصلاة فبرضو على تشاش النهاردة قلت بقى ايه اتفرج بقى النهاردة نهائي كاسس السوبر الافريقا بين الالي والزمالك لا ده اسم كبير وشكله حدث جلل نقل نتفرج ويرتني ما اتفرج قال لي عرفوا ان زمالك في احمد الاحمر في مينتبا يعني وكريم هنداوي صح يعني ما باتكلم صح قلت حلو اتفرج انا كبني ادم باتفرج قال ايه لك النتيجة تقلب واللي سكر في بعض اوقات اللقاء بقى ستة وسبعة فرق قال لي عرفوا ان فريق كورت الالي في الزمالك ده حاجة جامدة قوي ده تقيل يعني فريق قوي فانا باتفرج انكسب بقى جدعان بقى بص وانفي الشدري كده واطلع اكلم الناس واكلم صحابي وكسبنا خدنا السوبر الافريقي يا باشو مش هكمل في ايه سبنا عيش خيالي انت عايز ايه اقول نادي الزمالك يحصل على طولة السوبر الافريقي مش هقول له كورت الالي يعني ممكن واحد ما يدوش في الكورة اقول لك ايه ده الزمالك اخيرا انك قد بصولة في كورت القدم يمكن يمكن انا ذات نفسي حتى كمخيلة ليا احس ان هي كورت قدم ولكن مع احترامي والله الكورت اليد ولكن يعني يعني مع عذروني والله انا واحد بقالي كم سنة يعني اخر مرة شفت الزمالك في دوري ابطال افريقيا كان عندي 12 سنة يعني كان تريبا في موسم 2002 حاجة زي كده فلك ان تتخيل اخر مرة شفت الزمالك بياخد دوري ابطال افريقيا مش في دوري انا قسم بياخد دوري ابطال افريقيا كان تريبا في موسم 2002-2003 لو انا فاكر صح هو 2002 فكان عندي 12 سنة كنت لسه بدأ تشجيع الزمالك من سنتين ولسه برضو يعني 13 سنة ده اعتقد طفل يعني فاتبسط بس ما حستش يعني لسه كان لسه ما استوعبتش ان دوري ابطال افريقيا لسه طفل صغير فقلته هو ده العادي ولا يا جماعة طبعا ده نفس الوقت او الفترة الزمنية اللي زمالك خسر فيها ستة واحد يعني ده نفس الفترة الزمنية ولكن لما زمالك خد دوري ابطال افريقيا قلت ايه ده ايه يا جماعة ده ايه ده 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 العادي بتاع الفريق الابيض ده ولا ايه لا 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 يا جماعة بقى ولقوا الموسم دوري وكاسوي دوري قلت لأ انا اخترت صح انا اخترت صح طفل بغض النظر انا كان ليا حرورية الاختيار في عينتنا قلت لأ نصة اهلا ونصة زمالكوية وانا كان ليا حرورية الاختيار يباش شوف انت عايز تطلعي ما عندناش اجبار في القصة دي خالص وعادي تقول لك على حاجة بقى مش هتصدقها او هتصدقها انا ما عندش اجبار يعني ما اجبرش اه حد في عينتنا انه يشجع فرقة هو يا باشا براحتك اخويا بقى ابويا امي ولادي امراضي حماية حماية وص اللي عادي شجع حاجة نشجع ولادي بقى زمالكوية انا مش عام على مهلك ما تيطقلك عرق دي كورة الدنيا بسيطة وسهلة والله وسالسة انا كراجل منتمل الزمالك اعشاء الزمالك بس مش هك بالحد يعشاؤه هو الحب ده بيجي لوحده هو طلع لقى نفسه بيحب الزمالك خلاص وعنا فكرة مش شرطي يعني انا ليا حد صاحبي حبيبي حبيبي والده زمالكوي جدا لطرق لا تتخيلها ما بيقلبش خانات الزمالك يعني مش بيقلبها كسر الناموت بعد ما جاب خانات الزمالك يعني مش هقلبها وهو النخية التانية اهلاوي بدرجة لا تتخيلها مجنون يعني مجنون هو عرفت مش عايز يقولي اسمه مجنون مجنون بجد مجنون بالاهلي مش بيظهر والله العظيم يعني تعبان يا كابتن والله تعبان هو بيقعد على طول يقولي كده فراجل كده وهو وشوف والده ايه وهو ايه فهموا الشرط ان انت هتكون والدك وعلى فكرة بيحب والده جدا والاخته بيه قوية جدا ملاش علاقة بقى ابو يا ايه امي الكلام ده ف يعني انا انا مش عارف ممكن اشجع ايه تاني نكسب فيه مش عارف بنجي بونج يعني رشحوني رياضة والله بجد يقولي في كومينات رشحوني رياضة بس لانا بجد ملاش بقى رياضة يقولي بيلي مسابات طويلة بجد والله انا عايز اتفرج انا عايز اافرح ببطولة يعني انا عايبة بس من النوع مجيش حد مثلا يقولي شجع مثلا هوكي تحت 18 سنة مش عارف يعني يعني حاجات بتتزيع حاجات ممكن اشوفها مش ارح لها الستاد ولا الملعب يعني نكون برضو ايه مع بعضينا كده حلوين ولطاف عشان ايه الواحد وصل لمرحلة من البطولات رهيبة اصحابي يعني نصحوني ان اتفرج على العلعاب جمعية عشان افرح ببطولة فانا بتفرج ومفرحتش فانا هرجع لهم تاني يكتبوا لي حاجة جديدة يعني الف مبروك لكمهور النادي الاهلي الفوز بالسوبر الافريقي والف مبروك سعودهم الكاس عامل اندير كورت اليد والف مبروك السوبر المصري لسه كان من يومين ومش عارف وعندهم كم دولابدو ما شاء الله لقوة إلا بالله كم أحكو ومراحة الفقرات صاحب الكروش وإن شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم